السلام عليكم. لاحظتم بالمصور في الجزائر المجتمع يشوفوا شغل فاشل يحقونوا نوع المو. الحمد لله مشيقعي تلك المصورين هكذا ومشيقع الناس في المجتمع يخموه هكذا. ما هو في العموم؟ أكون فاهميني على بلكم مشارعيني نهضر. المصور في الزاير. شخص يبان بنادم ماشيقاري يبان بلي خرج من المسيد بكري. يبان بلي كان قاعد في الحومة ما أصب شوش يدير راح برك دار هذه التصوير وخلاص تلقى حتى يروح يخدم. يبارش يكمل الجرنية تاع وبرك يدخل في كاش تورناج ولا بلا كاش مصور تاع كاش ايفان ما وهاكذا. يدرب برك بالفلاش هكذا ويروح ومعندوش طموحات. سمع ليش هدوما النوع من المصورين كل واحد طموحات تاوه. صح المصور ليش غول هو الكاري تاقع اللي يدير أمور غير اخلاقية. أمور غير احترافية ويشيع بيهم. وبعدا المجتمع الشعبي كيف يبدأ يشوف هكا المصور. ما يعرش مصورين. شاف غير هادوك خطر شاعو. ولو مش هورين. كيفاش يقول لي يشوف المصورين. يدي هادك النظرة بلا ما يفعق. يدي هادك النظرة على المصور في العموم. واحنا نروحو فهذاك الواد. كيفاش نلحقنا لهذا الدرجة والمستويه ويتكركر بزاف. واشنو هم اللي حولون. شوفوا قبل ما ندخلو فهذا الموضع بعمق. نقول لي وواحد ثلاثين سنة 40 سنة من قبل في الجزائر فهذاك العوام تاع سبعينات ثمانيينات. هادك الوقت المصور كان عنده قيمة. المهنة التصوير بشانها. وعلاش. أولا هادك المجال التصوير في هادك الوقت صعيب باش تتعلمو. ما كانش تكنولوجيا تعدوكا في هادك الوقت. الكاميرا ما فيهاش سكرين من اللور. ما فيهاش شاشة باش شوف تصويرا تعكيص صورها. ما كاش كارت ميموار بطاقة الداكيرة لازم تدير هادك بيليكو الكليشي. وفيه وقيلات حتى ثلاثين تصويرا وخلاص. ما كل طعبيزة بحقها. بساحة هكذا كون المصورين المحترفين يديروا تصوير شابين ياه. ما عندهمش الأوتو فوكس. ما تفهموا. كيف يش داروا. كانوا قارين يقراوا هادك الماجا. شغل الفيزيك في رياضيات في هادك الوقت. خاوتين يشغلوني يقرأ الإكسبوجر للإضاءة. كل موضوع عنده الحركة تتعوك. كل حركة عندها شغل واحد شغل الفيزيك شايف. تجرب جرب خسر بزاف هاد البيليكل. واتصاور هادوك يطول باش يشوفهم. باش مانا بش يديفلوبيهم. وغير على جال هاد العفسون. شغل لازم نقادرهم هادوك الناس تاع بكري. المصورين تاع بكري كانوا يعانيوا. هاكذا كانوا شغل يخدموا. وشنو كان أسباب وعد أخرين. كان واحد الجزائري مبكري شغل عندهم واحد التقالي واحد العقلية وشغل منظمين مستفين مربين يهضرهم ليح شغل أباس منطق فين تلقى بالك دخل حتى الجميع عاجب البكاروريا في هذا الوقت بساحة كذلك وخير يخدم مصور. خاطر المهنة تاع مصور كانت في هذا الوقت. كانت بطاقة حرافي مصور. شغل كيمة نتجار ولا حتى انا عندي در تغير كيمة تحبوني نحكي عليها. ثم هذه المهنة كانت عندها القيمة في هذا الوقت. ماشي أسترونو تطلع للقمر بصح فهمتوني. للاسف بعد مرور الزمن وصلنا واحد الوقت اللي رانا فيه وين المستوى راود كركر. السابب الأولاني هو التكنولوجيا. التكنولوجيا يجب تحويج ملاح ومشي ملاح. بالتكنولوجيا ولو الكاميرا ترخص والشعب يقدر يشري كاميرا ويبدأ يمارس الهواية تاعه. ولا يبدأ يمارس التصوير الفوتوغرافي ولا هذا المجال تسميع البصري كخدمة يدخل بعض راهم. ويحب يقول ولات متاحة الكامل للناس. حب يقول يجو ناس ملاح وناس ماشي ملاح. ويداكتروا عدوك الناس ماشي ملاح وخاصة الناس يدخلوا في المجال الاحتراف. التمكترى كاريتا. وهذا رأيي فقط. نعطيكم مثال. انتخيلوا عندما أدوك كاش شاب شرا كاميرا ودخل المجال هذا يوم باش يربح الأموال. ومرحبا به. حتى أنا جديد كما هو. مرحبا به يا زعمان. المهم كيدخل لهذا المجال. بدأ يخدم معه واحد زبائن ويخدم معه ماتين ألف الفيديو. وفي ذلك الفيديو كان لازم يخدمها بعشرين مليون. عبال كدوك هو وش رو يدير. هالك هنا عندو شغل نوع من الجهل السوق كيفاش يمشي. كان قادر على الاقل يسقسي يشاور. باش هكذا ما يدرش روحه أولا وما يدرش الناس اللي كانوا في الماركت. الناس اللي كانوا عندهم بقى لك مستاش سنة عشرين سنة كانوا في هذا المجال لقاهم التمك. وروح سقسي. عارفوا كاين. خطر لو كانت تكمل ماتين ألف ماتين ألف ماتين ألف ماتين ألف ماتين ألف ماتين ألف بعد وشي صار لك. ما تقدش تجري بهم الماكلة تحبستو حتى تخدم خدمة وحتى هادك اللي عندو عشرين سنة راك تضروا بطريقة غير مباشرة يقولي هو يخفض الأسعار تاعه باش يقدر يياكل خطر هو الناس اللي تخدم عشرين سنة مصور خلاص موش يبدل المجال يعود يقرأ خلاص كبر. اسما هدا هو المشكل اللي يديروه هاد الناس جدد. مرحبا بيهم تصح مليح كما يقولوا ما بيشو نقدر نقول هاد الكلمة؟ يعرفوا أخلاقية المهنة وحد أماكن وكل واحد راه وحر على كل يحمل يشو قول زيما يدخل جدد لازم يروح ينضم في الصف لا لا راك حر. هذا المجال شغول كين يقولوا فيه الفن شغول عندك فيجين شايف. وشنو؟ لازم تحتارم الناس اللي يرام يخدموا في هاد المجال وخاصة تخطف عليهم إذا صحت لك الفرصة. نعطيكم ميتر تخيل زيما عندو شهر من اللي يبدو ودخل المجال هادا تاع بشير بحضراهم ويجيه واحد عندو عشرين سنة تجربة عليه يقصر معها فقه واكدف طيب لو يعطينو شغول تجربة تعوي ويعطينو عقلية يقولوا شوف ولدي أنا هاي ديك وعليش نخدمها عشرين مليون على خاطر شوف شحراني صارف شوف شحراني تعلمت الوقت هاداك يتعلمت فيه هادوك الاستثمارات وعندي ليه شارج وكين هادي وهادي وهادي وبعد هاداك المصغر وشي صرالو؟ يتكاكى مع راسو يقول سبحان الله يا أخوات يقلوا عني غلط هي عشرين مليون 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 الحل يا أخواتين المصور تعدوك باش المجتمع يقول يشوفوا الناس ملاح لازم يسق مروحوا هاداك ماشي بركزة ما تعرف تصور وتدير إمج كواليتي هاربة سق مروحك سق مع عقليتك لازم تكون عندك تعقافة وكفاهم كيفاه خطر قلت لكم من الأول بازاف ناس يشوفوا المصورة في تزاج هل يخرجوا في صور ابتدائي ما الاخر؟ يشوفوا هكذا إذا لم يكمل قرايته ورغم أنه دوكو في المجلة السمعية البصارية يجب أن يكون لازم تجيب باكالوريا وقراية صعبة وكيف يقول التصوير نحضر على التصوير الفوتوغرافي والسمعية البصارية كان واحد التقنية في الجزائر في السمعية البصارية هاربين فيه مخهم وتلقى بالكان طبيعي بعدها مصور ويربح بزاف دراهم ونحنانا نحكي عنها عامة الناس لا يوجد هذه الفئة الصغيرة لا يوجد أنهم بزاف بزاف عامة الناس الذين دخلوا فريلانسر شغل عامل حر وشغل مبحر هكذا حاول كيفاش نظم روحك نظم روحك بشتبت الحاجة اللولة نصيحة وهذه النصيحة اللي أنا قانيت لازم يكون عندك وازع ديني ما كاش كيفاش الوازع الديني واللولة لازم ندع شغل المجال في هذا المجال لا خطر عليها كين حدود كين وين كين عفاس حرام وكين عفاس حلال هذه عفاسة قعلب لكم بها كين أمور غير أخلاقية في هذا المجال كين أمور ملاح المهم هادي حاجة اللولة وحاول كيفاش تسق مروحك اتقف اتقف ماشي قاني زمان غير صور تعف غير صور 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 اوه هادي الحاجة اللولة كيفاش تبدأ تطور ستاب نمبر وان زمانياتكم عقلية اشتكيتها ما تكون زمان مختص في كش ماجل تسميع البصاري هادك اختصاص تاعك ما تقعدش غير فيه تقعد موربع غير فيها كده تديروها كده فق القلب وكتروح للدار حاول كيفاش تقول عندك كل سبعة بصنعه تفهم كيفاش حكين فرع اخرى من المجال تاعك لازم مليح تتعلمهم خلمني ما تتعلمهم هادي حاجة اللولة تسمى عفزة التقنية لازم تعرفها حاجة وعد اخرى لازم تعرف امور اخرى بيجايا حول المجال تاعك مثلا ربما مليحكوا عندك طموح تديرك الشركة هكذا صغيرة هكذا تدير رجيس بامر نازم تعرف شو الورق لازم تعرف كيف يش تدير فاتورة هاد الامور قاع تابعين للمجال تاعك هادا وعلاش مليح تتعلم وبعد تحصو روح كبيرك غير تتعلمش والمخكرة هو ينضجك شايف كيفاش هادو قاع زيادة فيك وهادو امور بعد كيتو يتهدر مع الناس مع مجتمع هكذا مدني ماشي زمتا كلاينت ولا يشوفوك بلي اه متقف مصور هادا لا باس اه ما شاء الله متقف وروحك قانيت ماشي لازم تعرف غير المجال هادا هك شايف او لو 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 جيس كوميرس كماني يقول ان الابرس اه تعلم اعفايز في حياتك دي الرياضة اه تعلم زم الفالك انك شاهف كيفاش مليحة شو دي اندك شخصية نعطيكم مثال نقولوا كين مصوروا اسمه موراد اه دا يا موراد نقولوا جاب الباكر ارح الجامعة ولبالك مجبش حتى الباكر بصح موراد كان حاجة فيه مليحة يحبي طلب بلعين هادا يا موراد تلقى اختاره معاه صحاب صحابوش يقول ماذا يكسر معاهم؟ ارتاحوا له ارتاح لهم القصرة شابة فيها التقافة فيها الفايدة وخلاص واحد الاختراه باش يعود يتلاقى معاهم مع صاحبوه ما جاش كان خدام مورد هادوك الناس السقسة وصاحبوه قالوا له ينره مورد قال لهم او يخدم ايه قالوا له وش يخدم مورد؟ قال لهم صوار فوتوغراف اوه جاءتهم غريبة اوه هاداك المستوى اللي عنده يخدم مصور ما كناش على بنا بلي هكذا خطر كان يحكي لهم كلش بيطروني اللي حكا له مع العدار رفدار وفي بناهم بلي يخدم انجينير في الصحراء هكذا يخطى البيطروني كله اتخيلوا زي ما قاعد المصورين في الجزائر عندهم هادا العقلية هادا التقافة المجتمع كيفش يولي يشوف المصور في الجزائر؟ متقاف لا الله صاح اخوتي خلوني نحكي لكم واحد زوج حكايات هادو ما شو الأمثلة راح يجسدوا لهضراتيه تعليونه وعابل يحيعجبوكم ومورها نختمو الفيديو واحد الاختراه كيدي خرجت هديك البطاقة الحرافية عمو صور هي عباكم بعدها مراهكين واحد الاجراءات هيك اللي يعطى لك سجل تجاري بعدها لازم تروح مثلا تسجل في مكتب تعل ضرائب بعدها تخلص ضرائب وكي راح تل مكتب تعل ضرائب هاداك اللي كانت اماك تخدم يعطي الصحة اجبين اياه بسعب وشنو شغول هادرتو راح تجسد وش كنت نحكي لكم مقبيلة قال لي وش تخدمك قلت له مصور وانا شغول مصور انبينوح بيقول متنقل ما انديش زعمة لوكال قال لي وانا شوف اعطيني نميرو تاعك بلك اش ما انقال لك عرس تخرق بشوية شوف كيفاش عندو فكرة انو المصور لو كان زعمة ربما كنت في المجلة التصوير لكن شغول كبير زعمة شركة اير صار بلك يحطار مكتر بسعنا شغول حي رافي بلك عندي كنفنسو مع الدولة وين على بالك ما عنديش ما تخاف ما عنديش بلك عندي كنفنسو معاكش خمسة ويزارات نديلهم تصوير فوتوغرافي يعطوني مئتين مليون في ست شهور ولا ما على بالك بسعنا نصور لهم وين على بالك لو كان قلت له نخدم امبور اكسبور بلك ما يدرش معايا بسعح هدي ملوموش بلق اعطيه صح على كل حال بسعح عندو هاد الفكرة على المصورين فهمتو كيفاش صح كان منها نعطيك ومية اللخر اللي صار عليها هذا شوية complicated فهموه كي ما احبيته واحد الاختراه كنت مع واحد صحبي قال يا عاوني راح تخدمت معه في واحد البروجيكت عندو client انا راح تخدمت كملت الخدمة انا اللي اول وبعدها هو كمل الخدمة هو اللي دالخدمة الكبيرة اقع وفي هذا الوقت قاعد نسناه مع ال client هادي نقصارين مع ال client هادي نقصر على عمور دنياوية وشنو هذا ال client من الفئة المجتمع في الجزائر اللي شغول فرانكوفون شوية يحضر شوية بزاف بالفرنسية وهو في الهضراتي انا ما بيني وبينه كان تدع لي افكرة هاديك الفكرة ما انا ما اعرفش بي ادع لي افكرة خاطرانا انها ترغير بالداريجة بقى لك شغول مبان شعبي ما فهمك كيفاش عرفت بي ادع لي افكرة كيفاش فقت له ها هو اكشف روحه بعد ما زدنا نقصرنا زد جبنات مع داخل اخر كنا نقصروا هكذا امور تحت تقافة هاكا وبعد انا شغول زهر كانوا يهضروا عليه هاكذا هاكذا بعد انا صححت لهم المعلومة ودرت لهم شو اضافات وطلقت شو كلمات بالفرنسية واحدة الكلمات التقنية شو يا زاماش وستيل اذا كا انتي كونستيتيتوية الموافزة ها يوم بعدها كيزناك نصرنا ووش قال لي قال لي مكش تدري في مالي بي تهضر فرنسية قدمنا ايوه قال لي الاغر اشغول عجبوا الحال اشغول كلي حسيت روحي انضميت بس ما فهمتو كيفاش يعني كمثال فقط لي بعض الناس يشوفوك مصور وما تحضرش باللغة تحهم شو بالعقلية تحهم ثقافة تحهم فقط يشوفوك فاشل ما لازم حتى تتحضر بالفرنسية ولا بالك بالانجليزية باش يشوفوك بالله اه هذا مو ثقف ليس مصور فقط لديه ثقافة يعني انسان شايش وما لابنوش انا بني زي ما ادخلت الجامعة بشي لازم تقوله تمشي بالديبلان ما كاشكيباش ما كملش حتى الجامعة انا اخر اشماع الاخر المهم هادي حكاية اليوم قادر روحكي قادرك الناس وطور روحك في العموم ما تكونش زي ما شو مو ربع غير زي ما تصور وطح للدار ترقد ايه تطور عباك مين داك المجال تاعك يزعمه تحبوه وبعدها تحضر مع مجتمع المدانيك شايف كيشوفوك تحضر بشاغف وعندك طموحات وزي ما تقوله يكونش تخدم مثلا ما يستعملوش عناوين زي ما يحبوهم زي ما يقولوش انا الصوار يقولوا انا يا ديركتور فوتو ولا بالعربية مدير تصويرك شايف كيفاش نخدم في الانتاج تبام بلي حاجة كبيرة خطرة لأيش انت حبيت هذا الطائتل بشقول خطرة تحب المجال تاعك وبعدها يحب يحوصي فهم هذا الانسان الشعبيات يقولوا اوه تسما انت ماشي دكتور كاميرا يقولوا صح نستعملوا هادو كأداوات مثل حنا عندنا شغول فيجن وانديرو كأداوات تفهموا بلي هاد المجال صعيب ماشي مجال ساهل هاكدا برك وبعدها يقولوا اي ولي ماشي غري قادرك يقولوا اي ولي حب هو قانتي ولي كيمتا ربي قدرنا اقع ان شاء الله خوتي السلام عليكم